نظرية الثالثة التي يتبنى كثير من الناس اسمها النظرية الميكانيكية أو الإملائية وكأن الله يقولون أن الله يأتي إلى شخص ويعطيه كلمات كلمة كلمة كما هي موجودة عنده يعطيها لهذا الشخص وهذا الشخص يكتبها كلمة كلمة بدون أن يدرك ما هو يكتب وبدون أنه يكون عنده أي سلطان على نفسه لكنه كأنه الله يستخدم إنسان آلي روبوت الحقيقة لو الله عايز يخلق روبوت كان خلق روبوت لكنه خلق بشر فهذه النظرية بيقول عنها كاتب ألماني اسمه أيريش ساور أيريش بيقول أنه الفكرة دي أو النظرية دي لا تليق بالله الحي الحقيقي لأنها تليق فقط بالأمور الوثنية العبادات الوثنية والعبادات الشيطانية التي فيها الروح الشيطان يغيب الإنسان عن الوعي ويعطيه ما يريد وبعدها هذا الشخص يفيق ولا يدرك ما هو قد كتبه ففي هذه النظرية نظرية غير مقبولة لأنه لا يوجد العنصر البشري الشخصية الإنسانية غير موجودة في هذه النظرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر